دليل ده تجربتك مع العلاقة السامة أنت قدرت تحوليها إيجابي بس أليسا العلاقة السامة أوصلتها إلى مرض السرطان شوفي أنا حضرت الدوكمنتري وما بعتقد ما في حدا ما كان related للقصص اللي حكيتها أليسا أو قطع بمرحلة صعبة أو بعلاقة توكسك ودته ليخسر صحته أو يخسر مهنته أو شي هو بحبه أنا كثير اتأثرت كثير اتأثرت بايدووي وكثير علاقتها بأهله وبمحيطة كثير بتشبه علاقتي بأهلي وأخواتي بأمي وأخواتي إليسا مرضت وتعبت وؤثر عليها كثير بس أنت تحكي على توكسك أشياء إيجابية صح أنا شخص إيجابي ده بعض يعني من أساسي كل شي بحاوله لقصص حلوة وأنا شخص بوزيتف بس ما بيأثر عليك جواتك؟ ما بتحسي أنه تأثرت بهالعلاقة السامة؟ طبعا تأثرته كثير كمل تفرق معيك المدة عشان أنه تصحي أنا صحيت من هالعلاقة السامة خلاص قررت أكد في حياتي ممكن أخذت سنتين وشوي أيها سنتين مش مدهينة مش هينة بس أنا بيقول السنتين كثير عم بشتغل عحالي كثير شو بتشتغلي عحالي؟ كثير بصلي كثير مؤمنة كثير بعمل مديتيشن كثير بكون محاطة بالناس اللي بتحبني بتطلع على الأشياء الإيجابية بحب كون متواجدة بالمحلات اللي فيها روح هيك اشتغلت عحالي أنا تحديت ظروفي تحديت كل المشاكل يلي صارت معي كل الأبستيكلز يلي عاشتن بالنفس الفترة اللي أنا كنت عميش فيها علاقة توكسيك شو بتحديات اللي تحديتي نفسك عشان توصلي لدليدة اليوم؟ العلاقات اللي خفت العلاقات اللي الدمان بحت زيته والمهنة بحت زيته اللي كانت أنجرة بحق السنتين يلي قعدت عم دق بواب منتجيين وعم بقللون أنا موجودة أنا بحب شغلي أنا هيدا مهنتي أنا هيدا شغفة دايماً ما كان في دور لقليه ليش؟ ما بعرف لأنه أنت دليدة ولا هو فعلياً ما في أدوار؟ هلا يمكن عن جد ما كان في أدوار وبنفس الوقت أنه أنا شخص مش جاي من background تاني أنا بنت مصرحة أنا بنت تمثيل أنا صار ليه فترة طويلة عم اشتغيل وصور ومثل وأخدت أحلى أدوار بحياتي طلعت استلهم درجة درجة أنا قطعت بأدوار تانية وأدوار supportive واشتغلت مع كل النجوم الموجودين بعضنا على الصحة لحتى أخدت فرصتي وعتبرت حالي صرت نجمة عن زغر بعمر كتير صغير بالمسلسلات اللي عشتها اللي راحت بغير اللي حبوها الناس اللي حبونا فيها الناس وهيدا الشيء يمكن كان لوكل ما كان شيء ما كان بعد توسع للعالم العربي يعني على سعيد لبنان أو بالمحيط تبعنا كنا كلبنانيات معدودين أربع خمسة هولة موجودين دايماً على الصحة موسيقى